السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قناة سعودي أوتو وحلقة اليوم من جناح شركة الناغل السيارات وكلاء سيارات فورت في المنطقة الغربية والجنوبية عشان نستعرض فيها السيارة الجديدة كليا فورت اكسبلورر موديل 2020 خلوكم معنا السيارة الفورت اكسبلورر هي واحدة من أفضل سيارات الاس جو في وأكثرها ما بيعا يجي الجيل السادس منها بشكل جديد بالكامل وبنظام الدفع الخلفي اللي يتوفر لأول مرة من عشر سنوات تقريبا التصميم الخارجي نشوف أنه الاكسبلورر الجديدة حصلت على واجهة مختلفة تماما بأضواء أمامية رفيعة تميل لي الجوانب وفي أطرافها نشوف هنا موجودة اللي هي العبارة اللي مكتوب عليها اسم السيارة اللي هي اكسبلورر طبعا منقوشة بشكل جميل جدا وهي تداخل مع الشبك الأمامي البارز الجديد اللي يجي على شكل خلايا مكسومة زمتوا شايفين هنا مكسومة بإطارين بعرض الشبك التهوية الأمامي طبعا زمتوا شايفين في الوسط يجي اللي هو شعار فورد موجود في الوسط ونشوف كمان في الصدام الجديد اللي هو مزود بفتحات تهوية رياضية ويوجد في أطرافه اللي هي فتحات اللي هي تقريبا هذه ما إلها وظائف لكنها كأن وشكلها اللي هي فتحات تهوية ويجي عليها اللي هو أضواء الضباب وفي الأسفل نشوف الحساسات اللي هي الأمامية اللي بتساعد في الوقوف في المواقف ومن جانب السيارة نشوف الروفاك اللي هو من الستيل على جوانب سد في السيارة وكمان نشوف من المزايا الجميلة حقيقة في السيارة الأكسبلورر الموديل 2020 اللي هي على النافذة عند اللي هو الصف ركاب الثالث يجي بطريقة منحنية ويندمج معه اللي هو الزجاج الخلفي بيعطي شيء مميز للأكسبلورر الجديدة وكذلك نشوف أنه المرايا الجانبية اللي تنطوي كهربائيا يجي فيها اللي هو مؤشر الإنعطاف والشيء المميز فيها أنه اللون اللي هو المرايا الجانبية ما تيجي بلون هيكل السيارة نشوف كمان مقابض الأبواب تيجي بلون هيكل السيارة وعليها شريط من الألمنيوم وكذلك نشوف أنه أسفل الأبواب وفروا كذلك شريط من الألمنيوم وأخيرا وليس بآخر نشوف أنه السيارة تتوفر بجنود ألمنيوم مقاس 20 بوصة تعمل فورد إسبلور الجديدة بمحرك ساة 2.3 من 10 لتر إيكوبوس بأربع سلندر بيعطي قوة 300 حصان وعزم دوران 420 نوتن ميتر ويرتبط بناقل حركة آلي من 10 سرعات واقتصادة في استهلاك الوقود 13.1 من 10 كيلو متر لكل لتر والبنزينة المستخدم 91 ومن الخلف نشوف أنه التصميم بشكل عام ما اختلف عن الجيل السابق لكنها حصلت على بعض التحسينات عشان تصير أكثر انسيابية والأضواء الخلفية طبعا تجدد تصميمها زي ما انتوا شايفين وخصوصا فين في داخل الأضواء الخلفية وشوف الواجهة الخلفية بشكل عام من الأعلى نشوف اللي هو الاريال الهواء اللي موجود هذا على شكل زعن في القرش وتحته اللي هو موجود هنا اللي هو ايه جناح بعرض الواجهة يضم أضواء الفرامل اللي موجودة هنا طبعا كاميرا خلفية وحساسات خلفية للمساعدة في الركن وتوجد كمان فتحتين من الكروم على الجوانب اللي موجودة هنا أسفل والصندوق الخلفي يجي بخاصية الفتح بتحريك القدم أما عن المقصورة الداخلية فخمة وحديثة وتم استخدام مواد بجودة عالية جدا ونشوف أنه استخدموا الكروم في أباكن كتيرة في المقصورة والكونسول الوسطي تتصدروا شاشة تعمل باللمس تتوسط فتحات التكييف وتوجد كمان شاشة مقاس 6.5 بوصة في وسط لوحة العدادات وعجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف وفي وسط الكونسول الوسطي مكيف إلكتروني بتحكم مستقل ونقل الحركة نقل الحركة زي ما تشايفين يجي على شكل قرص دوار يتوفر نظام ملاحة لمنطقة الشرق الأوسط ونظام صوتي من نوع B&O بـ 12 سماعة المقاعد زي ما تشايفينها جلد والأمامية تجي بخاصية التسخين والتبريد ومقعد السائق والراكب يمكن تعديلهم كهربائيا بعشرة وضعيات المقاعد في الخلف مريحة وتوفر كمان مكيف بتحكم مستقل وفتحات التكييف للصفين الثاني والثالث في أعلى جوانب المقصورة وتوفر كمان فتحة سقف ثنائية أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة الفورد اكسبلورر موديل 2020 والمزيد من المعلومات زروا موقعنا سعودياوتو.com.sa ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال قيادة نرى رسالة النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث حد جوالك على الصامت وقود بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة